بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلابي وطالباتي أهلاً وسهلاً بكم في إثراءة الفصل الثالث والرابط كنا في بداية دراستنا الفصل الثالث تعرفنا على حدود حجم الخلية وما هي المساحة ونسبة مساحة السطح إلى حجم الخلية فذكرنا بأن العامل الرئيس الذي يحدد حجم الخلية ونسبة مساحة السطح إلى الحجم كذلك ذكرنا بأن مساحة السطح هي المساحة التي يغطيها الغشاء البلازمي هذا الغشاء الذي يحيط بالخلية ويغطي مساحة سطح الخلية وذكرنا أيضاً أن مع نمو الخلية أزداد حجمها مقارنة بمساحة سطحها ولعلنا تعرفنا أن كلما كان كبر حجم الخلية قلت نسبة المساحة السطح إلى الحجم أيضاً ذكرنا بأن هناك قاعدة هذه الخلايا تنمو لتصل إلى أقصى حجم لها ثم إما أنها تتوقف عن النمو أو أن هذه الخلية تبدأ في عملية الإنقسام وعلى مستوى الاتصال الخلوي ذكرنا بأن هناك تأثر كلما كان حجم الخلية أكبر فهناك عامل آخر يحدد حجم الخلية وهو حاجة بروتينات التواصل الخلوي للحركة خلال الخلية لك أن تتخيل خلية حجمها كبير تعطي إشاراتها ترسل تعليماتها وخلية أخرى صغيرة تستطيع نقل هذه الإشارات بشكل أسرع لتعطي هذه الوظائف والأوامر أو تصل بشكل أسرع فعندما يظهر معنا هنا في أسفل الشاشة نشاهد أنه كلما زاد أو ازداد حجم الخلية قلت قدرة هذه البروتينات على القيام بوظيفتها في إيصال التعليمات للقيام بالوظائف الخلوية ثم انطلقنا لنتعرف على مراحل دورة الخلية ففي مرحلة دورة الخلية هذه الخلايا تمر بثلاث مراحل أولى هذه المراحل هي الطور البيني وثاني هذه المراحل هو الانقسام المتساوي وثالث هذه المراحل أو تنتهي دورة الخلية بانقسام السيتوبلازل وذكرنا بأن الطور البيني يكون فيه نمو الخلية تتضاعف المادة الوراثية هذا الطور البيني يبدأ مباشرة بعد انقسام الخلية أما بالناحية الانقسام المتساوي ذكرنا النواة تنقسم نواتها ومادتها الوراثية خلال هذه المرحلة وفي انقسام السيتبلازم يبدأ انقسام السيتبلازم وتتكون خليتين أيضا تعرفنا بشكل مفصل على زمن دورة الخلية ذكرنا أن الخلايا تتباين من خلية إلى خلية بحسب حجمها بحسب المخلوق المتواجد فيه فالخلايا ليست جميعها تنقسم في نفس الوقت وهناك اختلاف على مستوى توقيت انقسام هذه الخلايا خلايا تنقسم بالدقائق خلايا تحتاج إلى يوم كامل وذكرنا أن هناك نوع من الخلايا تواجد في الإنسان وبالتحديث الكبير قد يستغرق مدة سنة كاملة تنقسم هذه الخلية أيضا ذكرنا بأن هناك خلايا تتوقف في الطور البيني مثل الخلايا العصبية والعضلية فهي لا تكمل عملية ومرحلة الانقسام فمنذ ما يظهر معنا بعض الخلايا حقيقية النواة تكمل دورتها في ثمان دقائق وبعضها يستغرق عاما كاملا ومعظم الخلايا الحيوانية تستغرق من 12 إلى 24 ساعة هنا في الطور البيني ذكرنا بأنه في أول مراحل الانقسام المتساوي ظهر معنا في دورة الخلية هو الطور البيني في الطور البيني هناك صفات تتصف فيها الخلية أو بتعبير آخر هناك مراحل أو حالة عامة لهذه الخلية فالخلية في الطور البيني تنمو وتكون بعملية الخلية الطبيعية ولكن في هذه المرحلة تحدث عملية التضاعف الديني أو بالتحديد في المرحلة الثانية من مرحلة الطور البيني مرحلة الاسم بناء الـ DNA تتم مرحلة تضاعف الديني ثم يأتي بعد الطور البيني ما أسميناه بالطور التمهيدي أبرز استماعات تظهر على الخلية المنقسمة بأن الغلاف النووي يتلاشات اختفي النوية تتكاثف الكروموسومات تتكون الخيوط المغزلية بين الأقطار ونحن نشاهد هذه الصورة نلاحظ فعليا الكروموسومات بدأت تتكاثف بدأت تتضح هذه الكرومات أيضا نشاهد التلاشي للغشاء النووي كذلك اختفاء للنوية في الطور الاستوائي مثل ما يظهر معنا هنا لعل من مسمى هذه الكروموسومات ارتبطت ارتصت على خط استواء هذه الخلية فترتبط الكروموسومات مع الخيوط المغزلية وتصطف على طول خط استواء الخلية وفي مرحلة الطور الانفصالي نشاهد بأن هناك انكماش لهذه الخيوط خيوط المغزل التي كانت تربط هذه الكروموسومات بعضها مع بعض ثم قامت بفصل الكروماتيدات الشقيقة أيضا أمر مهم علقنا عليه واتفقنا سويه بأن ما يظهر على شكل حرف X هو كروموسوم متضاعف وكروموسوم متضاعف وليس كروموسوم واحد في معالية الانقسام المتساوي في مرحلة الطور الانفصالي كان ينفصل هذا الكروموسوم إلى كروماتيد شقيق أول وكروماتيد شقيق ثاني كل واحد منهم يذهب إلى أحد أقطاب الخلية إذن ما يظهر هذا الشكل الذي نشاهده دائما يعبر عن كروموسومات على حرف X هي صورة للكروموسوم المتضاعف وأنتم تتذكرون نحن ندرس في دروس أو بالتحديد في المخطط الكروموسومي ذكرنا أن العلماء يقومون بالتقاط صورة لهذه الكروموسومات متى في الطور السوائي لماذا؟ لأن هذه المرحلة تكون واضحة الكروموسومات تكون فيها متكاثفة لذلك ما يظهر بشكل X وكروموسوم متضاعف لا يعبر عن كروموسوم واحد فعندما تحدث عملية الانفصال سوف ينفصل أحد الكروموسومات أو ينسميه بالكروماتيد الشقيق في الجزء الأول والكروماتيد الشقيق في القطب الثاني من الخلية في آخر مراحل الطور أو الانكسام المتساوي أو في دورة الخلية في الطور النهائي تصل الكروموسومات إلى قطبية الخلية ويتكون الغلافة النووي مرة أخرى وكأنها بطريقة معاكسة لما حدث في عملية أو في الطور التمهيدي هنا نشاهد بأن الكروموسومات وصلت إلى قطبية الخلية هنا نشاهد أن الغلافة النووي عادة بدأ يتكون مرة أخرى كذلك نشاهد وضوح وظهور في الخليتين المنقسمة لهذه النوائية فالنوائية عادت لتظهر مرة أخرى أيضا نشاهد بأن هذه الكروموسومات بدأت تقل كثافتها ثم انتقلنا نتعرف على ما هي الانكسامات الغير طبيعية بعد أن تعرفنا على الدورة الطبيعية للخلية وزمن الخلايا وما هي مراحل الانكسام بدأنا بطريقة أخرى نتعرف ما هي المراحل أو ما هي الانكسامات الغير طبيعية ما هو نتاج هذه الانكسامات لعلنا عندما تعرفنا على مرض السرطانة جرنا الله وإياكم ذكرنا بأنه نمو الخلايا وانقسامها بشكل غير منتظم بمعنى أدق فشل في تنظيم دورة الخلية كان هناك بروتينات حلقية ترتبط لتنظم عمليات أو مراحل هذه الخلية تنتقل أو عندما تنتقل الخلية من مرحلة إلى مرحلة كان هناك إشارات ضبط كان هناك بروتينات تتحكم في هذه العملية أيضا تعرفنا على الطفرات وذكرنا بأن هناك أو بشكل أدق في المرحلة الأولى أو صف أول ثنة وذكرنا بأن الطفرات يتغير عشوائي ومفاجئ في ترتيب تسلسل الديني ولكن هذه الطفرات قد تكون ناتجة عن عوامل بيئية قد تكون ناتجة عن عوامل داخلية على مستوى العوامل البيئية ذكرنا الأشعة التدخين المواد الكيميائية جميعها من العوامل لهذه الطفرات أيضا من الممكن أن تكون للوراثة عندما يكون عوامل داخلية نقصد بها الوراثة من الممكن أن يورث الإنسان خلايا تكون مهيئة للسرطان أو تزيد نسبة حدوث السرطان فيها بشكل أكبر وتعرفنا أيضا على الموت المبرمج وذكرنا بأنه موت وانكماش الخلايا التي تتلف وغير قابل الإصلاح بمعنى هذه الخلية عندما كانت تنتقل من مرحلة إلى مرحلة عندما كان هناك ضبط في أتسلسل مراحل هذه الخلايا يكون هناك خلل أو يكون هناك إتمام في هذه العمليات مثلا في الطور البيني يكون هناك تضاعف لم تحدث عملية التضاعف تبدأ هذه البروتينات تعطي إشارة بإيقاف العملية يحدث ما نسميه بالموت المبرمج أو موت هذه الخلايا مثلا في مرحلة الإنقسام أو الانفصال لم يتم الانفصال بشكل صحيح تبدأ هذه البروتينات تعطي أوامر بضبط هذه العملية وموت هذه الخلية وعدم إكمالها دورة الخلية هذا ما نسميه بالموت المبرمج لهذه الخلايا وإعلنا أعطينا أمثلة في هذه الجزئية عندما تحدثنا عن أصابع الإنسان هي عبارة عن موت مبرمج هذه الفراغات التي ظهرت ما بين أصابع الإنسان بسبب الموت المبرمج كذلك تساقط أوراق الخريف هي أحد الأمثلة على الموت المبرمج أيضا تعرفنا سويا على ما أسميناه بالخلايا الجذعية ذكرنا بأنها خلايا غير متخصصة تنمو لتصبح متخصصة في الظروف المناسبة هذه الخلايا ممكن تكون خلايا جذعية جنينية وقد تكون خلايا جذعية مكتملة النمو فالخلايا الجذعية مثل ما ذكرنا هي خلايا غير متخصصة من الممكن أن تتخصص إلى خلايا في الأمعاء ممكن أن تتخصص إلى خلايا في الكبد في العضلات في الخلايا العصبية تعرفنا على الصفة الوراثية وذكرنا بأنها كل خاصية مثل لون الشعر أو لون العين أو الطول هي عبارة عن صفة وراثية هذه الصفات المكتسبة هي عبارة عن صفات ورثت لنا من الأب ومن الأم فتوجد جميع التعليمات بكل صفة وراثية على الكروموسومات الموجودة داخل النواة ويترتب هذا الديني في قطع تسمى الجينات إذن هنا بتفصيل أكبر عندما أردنا أن نتعمق لنفهم أين تتواجه هذه الصفات الوراثية هنا ما يظهر معنا هذه خلية هذه الخلية بداخلها ما نسميها نيوكليس أو نسميها النواة هذه النواة تترتب ويتواجد داخلها ما نسميها بالكروموسومات الكروموسوم يتكون من ماذا؟ يتكون من ديني الديني عبارة عن شفرات عبارة عن قطع نسميها الجينات هذه الجينات هي المسؤولة عن الصفات الوراثية فلكل منها جينات مسؤولة عن الشعر أو العين أو عن الطول أو جميع الصفات الوراثية تتواجد داخل أجسامنا ثم تحدثنا عن الخلايا الأحادية الكروموسوم والثنائية الكروموسوم وذكرنا بأن المشيج الأحادي تمتلك فيه نصف العدد ماذا عن الإنسان نصف العدد أو نصف العدد الكروموسومي أو عندما نذكر خلية أحادية الكروموسوم تملك 23 كروموسوم ونرمز لها بالرمز N جميع خلايا جسم الإنسان مثل ما نعلم هي خلايا جسمية ما عدى الأمشاش هي خلايا جنسية هناك خطأ دائما يقع فيها طلاب والطالبات بأن غدة الخصية بأن غدة المبيض هي تمتلك نصف العدد من هذه الكروموسومات والصحيح أنها خلايا جسمية تمتلك 46 ولكن الأمشاش التي تنتجها الحيوانات المنوية البويضات هي التي تملك هذا العدد الأحادي الكروموسومي أو نصف العدد أو ما نعبر عنه بالرقم 23 ونستطيع أن نرمز لها مثل ما يظهر معنا بالرمز N فمثل ما ذكرنا هنا أنه عندما يتم إخصاب مشيج مذكر مع مشيج مؤنث سوف ينتج لدينا الخلية ثنائية الكروموسوم التي تحوي العدد الكامل 46 ولعل هنا يظهر معنا في هذه الصورة تبين لنا أنه عندما اتحد مشيج مذكر مع مشيج مؤنث أعطانا هذا اللاقحة التي تملك المجموعة الكروموسومية الثنائية تعرفنا سويا على ما أسميناه بالانقسام المنصف ولكن في الانقسام المنصف كان هناك مرحلتين عكس الانقسام المتساوي في الطور البيني تتضاعف الكروموسومات يتكاثف الكروموتين في الطور التمهيدي الأول هنا الرقم نشير الرقم الطور التمهيدي الأول تقترب أزواج الكروموسومات المتماثلة بعضها من بعض وكل كروموسوم يتكون من كروماتيدين شقيقين إذن إذن ذكر في الانقسام المتساوي كان لدينا كروموسوم واحد مكون من كروماتيد شقيق أو الكروماتيد شقيق ثاني هنا في الانقسام المنصف في هذه العملية هناك كروموسومات متماثلة بمعنى كروموسوم يحتوي كروماتيدين شقيقين وكروموسوم آخر يحتوي كروماتيدين شقيقين يلتكون سويا في منطقة السنترومير وذكرناها كروموسومات المتماثلة تكون متساوية في الطول تتقابل الجينات بعضها في نفس الموقع كذلك لها نفس موقع السنترومير هذه نسميها كروموسومات متماثلة في الانقسام المنصف لا يكون هناك كروموسوم واحد وكروماتدين شقيقين العملية هنا كروموسوم متماثل أول وكروموسوم متماثل ثاني يلتكون في منطقة السنترومير ثم تحدث عملية ما اسمناها بالعبور الجيني يتم من خلال تبادل المعلومات البراثية يتحلل الغلاف النووي في هذه المرحلة وتتكون الخيوط المغزلية في الطور الاستوائي الأول مثل ما يظهر معنا ترتبط الخيوط المغزلية مع سنتروميرات الكروموسومات تصطف هذه الكروموسومات المتماثلة عند خط الاستواء نشاهد هناك كروموسوم متماثل أول وهناك كروموسوم متماثل ثاني عكس مكان يظهر معنا في الانقسام المتساوي إذن هذا بالأزرق كروموسوم متماثل أول هنا كروموسوم متماثل ثاني يلتقون في منطقة السنترومية كل واحد منهم يرتبط مع أحد الخيوط المغزلية في الطورة الانفصالي الأول تنفصل الكروموسومات المتماثلة وتتحرك إلى أقطاب الخلية تتذكرون ونحن نتكلم عن انقسام والطورة الانفصالي في المتساوي كانت الكروماتيدات الشقيقة هي من تنفصل كان هناك طور انفصالي واحد لكن هنا في الطور انفصالي الأول الكروموسومات المتماثلة هي من تنفصل في الطور النهاي الأول تتحلل خيوط المغزلية تبتعد الكروموسومات بعضها عن بعض وتتكون نواتان وتنقسم الخلية مثل ما يظهر معنا ثم تأتي مرحلة الطور التمهيدي أو عفوا المرحلة الثانية من كسام المنصف مثل ما يظهر معنا هنا في الطور التمهيدي تكاثفت الكروموسومات ارتبطت الخيوط المغزلية بهذه الكروموسومات في الطور الاستوائي اصطفت الكروموسومات لم نذكر الكروموسومات المتماثلة بل الكروموسومات ي neighbors صفت عشوائيا على خط استواء الخلية وفي الطور الانفصالي مثل ما حدث في الطور الانفصالي في المتساوي نشاهد هنا انفصال الكروماتيدات الشقيقة وفي الطور النهاية مثل ما يظهر معنا كان الناتج أربع خلايا وحادية الكروموسوم عكس الناتج النهاي في الطور أو الانقسام المتساوي كان لدينا خليتين مثل ما ذكرنا ثنائية المجموعة الكروموسومية هنا في هذا الجدول لخصنا انكسام المتساوي وانكسام المنصف ذكرنا على مستوى مكان الحدوث المتساوي في الجسدية والمنصف في الجنسية على مستوى المراحل المتساوي مرحلة والمنصف مرحلتين وعلى مستوى الخلايا الناتج النهاي كان خليتين وهنا أربع خلايا وعلى مستوى عدد الكروموسومات 46 في الانكسام المتساوي و23 في المنصف وعلى مستوى عملية العبور لا تحدث في المتساوي وتحدث في المنصف وعلى مستوى الأهمية الانكسام متساوي مهم للنمو تعويض الخلايا وبالنسبة للمنصف هو تكوين الأمشاج انتقلنا بعد ذلك لفصل الوراثة وبالتحديد عندما تكلمنا عن الوراثة المندلية ذكرنا أن هذا العالم مندل قد اختار نبات البازللا نبات البازللا تميزة بعدة مزايا أهم هذه المزايا سهولة زراعة هذا النبات إنتاج أفراد تحمل شكلا واحدا من الصفة يتكاثر بالتلقيح الخلطي وكذلك الذاتي أيضا يملك العديد من الصفات المتضادة تعرفنا على المصطلحات ذكرنا ماذا نعني بالجين المتقابل هو صورة أخرى لجين مفرد ينتقل من جين إلى آخر مثلا صفة لون البذور مكونة من جين جين متقابل عبارة كنا نرمز لها بحرفين الحرف الأول أليل والحرف الثاني أليل الأليل الأول والأليل الثاني مع بعضهم البعض نعبر عنهم بجين هم المسؤولين عن إبراز هذه الصفة وهنا مثل ما يظهر معنا تتميز هذه الأليلات بأنها تسلسلات مختلفة من الديني تحدد صفة واحدة في المخلوق الحي تحدد لون مثلا البذرة تحدد حجم الورقة تحدد طول النبتة تحدد حجم الثمرة كل صفة من هذه الصفات أو كل أليل من هذه الأليلات سوف يكون مسؤول عن صفة واحدة ثم تعرفنا على الصفة السائدة والصفة المتنحية ذكرنا أن الصفة السائدة في تجربة مندل ظهرت في الجيل الأول والجين المسؤول عنها هو الجين السائد وكنا نرمز له بالحرف الكبير بينما الصفة المتنحية الصفة التي اختفت في الجيل الأول مندل مثل ما ذكرنا قام بتزويج بذور صفراء مع بذور خضراء لاحظة اختفاء البذور الخضراء هذا اللون الأخضر اختفى لأن هذه الصفة متنحية لأن اللون الأصفر سايد أخفى هذه الصفة على المستوى الظاهري ولكن على المستوى الجيني كلنا نعلم أن هذه البذور كانت هجينة عبارة عن أركبتل مثلا وأر سمو تعرفنا بأن مندل كان له قوانين أولى القوانين تكلمنا عنها وقانون انعزال الصفات وينص على أن زوج الجينات المتقابلة المكونة للصفة الواحدة تنفصل في أثناء الكسام المنصف وفي أثناء الإخصاب تتحدى هذه الجينات المتقابلة للصفة مرة أخرى إذ تتذكرون ذكرنا بأن هذه الجينات أو هذه الصفات كل صفة مكونة من أليلين صفة لون البذور صفة شكل البذور صفة الورقة صفة لون الأزهار كل واحدة منها لها جين هذا الجين مكوّم من أليل أليل أول وأليل ثاني يكونون مرتوطين مع بعضهم البعض فيما أسميناه بي الجين في عملية تكوين الأمشاء سوف تنفصل إلى أليل أول وأليل ثاني ولكن من الممكن أن ترتبط مع بعضها البعض في عملية الإخصاب التلقيح وحادي الصفة تعرفنا بأن العملية يحدث فيها التزاوج بين جينات في صفة واحدة عندما كنا نتتبع هذه الصفات أو ندرس صفة واحدة بينما التلقيح ثناء الصفة هي عملية التلقيح التي يحدث فيها التزاوج بين جينات صفتين عندما تذكرون أخذنا البذور الصفراء المستديرة والبذور الخضراء المجعدة كنا ندرس صفتين ثم تعرفنا على مربع بنيت وهذا المربع وضعه الدكتور بنيت في عام 1900 يستعمل لتوقع لبناء المحتملين والناتجين عن عملية التلقيح بين طرازين جينيين وأهم فكرة دائما لحل أي مسألة ويراثية أهم فكرة هو تحديد الطرز الجينية هنا طراز أول مثلوا بالذكر وهنا مثلوا بالأنثى عندما نريد تفصيل هذه العملية استخدام مربع بنيت نحن نفصل هذه الأليلات الأليل الأول يكون هنا هنا T capital وهنا T small بنفس الفكرة هنا T capital وهنا T small هنا ما نسمي بمربع بنيت من خلال هذا المربع نحن نتخيل نتوقع ما هو نتاج الأبناء الذين سوف يتم إنتاجهم من خلال هذا الذكر وهذه الأنثى وهنا هذه الاحتمالات المتوقعة ليس بالضرورة أن كل ما يكتب في مربع بنيت سوف تكون هي تأكيدية ولكن بنسبة كبيرة هذه الصفات التي تظهر لدى الأبناء أو هؤلاء الأبناء بهذه الجينات هي صفات متوقعة احتمالات ظهرها تكون كبيرة ولكن مثل ما ذكرنا لا نتخيل أنها سوف تظهر بالتحديد لأنه من الممكن يكون هناك في كل مرة تزاوج مثلا بين ذكر وأنثى لا يلتقي هذا مثلا تي سمول مع التي كابيتل سوف يكون هناك التقاء مع صفة سائدة مع صفة سائدة فهنا هي عبارة عن احتمالات ولكنها تحدث بشكل كبير وعلى مستوى قانون التوزيع الحر مثل ما يظهر معنا هنا ينص هذا هو طبعا القانون الثاني قانون الإعزال الصفات هو القانون الأول لمندل القانون الثاني قانون التوزيع الحر نص هذا القانون على أن التوزيع عشوائي للجينات المتقابلة يحدث أثناء تكوين الأمشاج حيث تتوزع الجينات على الكروموسومات المنفصلة بشكل حرفي أثناء عملية الانقسام المنصف وهنا مندل يتخيل بأن هذه الجينات تتوزع عشوائيا ولكن عندما درسنا الكروموسومات شاهدنا أو تتبعنا الخرائض الكروموسومية لاحظنا أنه من الممكن أن الجينات ترتبط مع بعضها البعض ولا تنفصل عن بعضها البعض ولكن مثل ما يذكر مندل بأن هذه الكروموسومات سوف تنفصل عشوائيا وهنا هذه الاحتمالات التي تظهر لدى مندل يذكر بأنه من الممكن أو مثل ما ذكرنا أنه هذه الجينات تتوزع حرة غير مرتبطة مع بعضها البعض انتقلنا بعد ذلك نتعرف على التراكيب الجينية فذكرنا أنه هي ارتباط الجينات الجديدة الناتج عن العبور الجيني والتوزيع الحر ومثل ما ذكرنا يمكن حساب التراكيب الجينية المحتملة باستخدام المعادلة 2SN وأن نقصد بها أزواج الكروموسومات ومثل ما يظهر معنا هنا بأن الجينات المرتبطة أو عبرنا عنها بأنها جينات تقع بعضها قرب بعض على الكروموسوم نفسه وتنتقل معنا كقطعة واحدة أثناء تكوين الأمشاج وهذا يعاكس موضوع التوزيع الحر بأن الجينات لا تتوزع شوائيا من الممكن أن هناك جينات تكون مرتبطة مع بعضها البعض ومثل ما يظهر معنا لا ينطبق عليها قانون مندل الثاني التوزيع الحر لأنها لا تنفصل بشكل حر أو مستقل أثناء تكوين الأمشاج وهنا مثل ما يظهر معنا خرائط كروموسومية ذكرنا بأن الخرائط الكروموسومية يقصد بها ترتيب الجينات على الكروموسومات وتحدث عملية العبور في الجينات البعيدة عن بعضها البعض أكثر من الجينات القريبة عن بعضها ووحدة خريطة واحدة هي المسافة ما بين جنينين على كروموسوم واحد إذن هنا عندما نشر بالرسم هذه خريطة كروموسومية لهذه الذبابة هنا هذه الصفة مسؤولة عن لون العين الكروموسي وهذا الجين مسؤول عن لون العين الأبيض وهنا هذا اللون الأصفر مسؤول عن لون الجسم الأصفر هذه الكروموسومات تترتب تتوزع على كروموسومات هذه الذبابة المسافة ما بين جين وجين نسميها وحدة خريطة واحدة لكل المخلوقات الحية خرائط كرومسومية ومثل ما ذكرنا أن خرائط هذه الزبابة هي أولى الخرائط التي اكتشفها العلماء العلماء أيضا يذكرون بأن عملية العبور تحدث ما بين الجينات البعيدة أكثر من الجينات القريبة بمعنى أن هذا الجين عملية عبورة أو احتمال عبورة أكبر من احتمال عبور هذا الجين عن اللون الكرومسومية وعلى مستوى تعدد المجموعة الكرومسومية ذكرنا بأن هناك مخلوقات وحدة المجموعة الكرومسومية هناك مخلوقات ثنائية المجموعة الكرومسومية هناك أيضا مخلوقات ثلاثية وربعية وخماسية وحتى السدسية وثمانية المجموعة الكرومسومية فهو وجود مجموعة إضافية واحدة وأكثر من الكرومسومات في المخلوق الحي وهنا مثل ما يظهر معنا وحدة المجموعة الكرومسومية الرمز البيئن ثنائية المجموعة الكرومسومية الرمز البيتوئن أيضا بحسب المجموعات الكرومسومية نعطيها الرمز مثلا ثمان مجموعات نقول ثمانية إن ست مجموعات نذكر ست إن وذكرنا بأن هذه قد تكون مميتة قد تكون عشوائية في المخلوقات الحية ونحن ندرس الوراثة في الإنسان كنا متفقين أن زيادة كرومسوم يؤدي إلى الوفاء أو إحداث أمراض خطيرة ولكن على مستوى النباتات الأمر مختلف أعطاها الحيوية أعطاها الصلابة أعطاها الحجم الكبير هذه صانعات الغذاء لأنها المصدر الأساسي للغذاء كان لها خصائصها المختلفة بهذه الجزئية نكون قد وصلنا لختام إثراءات الفصل الثالث والرابع رجائي لكم بالتوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك